ومشاهدين مازلنا مستمرين مع أجواء العيد معكم وفرحة العيد تتخطى الحدود فتجمع المحتفلين به تحت راية الفرح يتبادلون التهاني والمحبة بكل اللهجات واللغات وقد لا يفهمون بعض الكلمات لكن سعادة العيد أكثر وضوحا وانتشارا ويزداد العيد جمالا باختلاف عادات المحتفلين به كل بحسب بلده فيكون العيد مليئا بالطقوس الجميلة المتعددة التي تمنح العيد قدرته المذهلة على جمع الناس باختلاف بلدانهم داخل فرحة واحدة ولكن متعددة الأشكال ومن الجميل التعرف على العادات العيدية للأهالي من الدول الأخرى خصوصا تلك التي تتسم بالغرابة والندرة فهناك الكثير من العادات المشتركة بين كل الشعوب العربية وهناك المختلف والمميز الذي يشدنا للتعرف عليه ومشاركة الآخرين فرحتهم بالعيد سنقف اليوم مع المغرب ونتعرف على أجمل التفاصيل التي تميز عيد المغاربة وكيف يقضي الناس العيد مع أهلهم هناك مع رئيس الجالية المغربية بتركيا الأستاذ أيوب سالم وهو إعلامي في شبكة قنوات TRT التركية أستاذ أيوب كيف حالك؟ عيد مبارك سعيد وصباح الخير وشكرا على الاستضافة وشكرا لقناة بلقيس على هذه الاستضافة الجميلة وعلى اللمة العربية في تان أيام العيد شكرا لك أهلا وسهلا فيك طيب أنت تعرف أنه في اليمن في مسميات للعيد خاصة وأكيد يعني في مسمى لعيد الأضحى في المغرب حاب أن نتعرف على بعض هذه الأسماء التي تسمو فيها العيد هو بالنسبة للمغرب وفي العموم يعني للوطن العربي عيد الأضحى ولكن في المغرب يسمى عيد الكبير لأنه في العيد الفطر يسمى عيد الصغير وهذا العيد الكبير نسبة إلى الاحتفال والطريقة الاحتفال التي تكون في عيد الأضحى في المغرب لذلك ينطق عليه بالعيد الكبير يمكن هذا الشيء مشترك يعني نحن كمان في اليمن نقول عليه العيد الكبير أو عيد اللحمة foremost هذا كمان أحد المسميات طيب أستاذ يعني مثل ما هو معروف أنه يبدأ الاستعداد للعيد والتجهيز له يعني من وقت مبكر ما هي الاستعدادات الأولية اللي بتستعدوا لها في المغرب هو أول شيء أيد الأضحى يعني بالوطن العربي هناك أشياء مشتركة وكذلك متشابهة ولكن يعني في المغرب وخصوصا شمال إفريقيا بعيد عن المشرق في أشياء شوية يعني تختلف بالنسبة لعيد الأضحى تبدأ الأسواق المواشي بالفعل تقريبا قبل عشرين يوم وكذلك يبدأ التجهيز في الأزقة والحارات الشعبية خصوصا إلى هذه المناسبة وبالتالي نحن في فترة من فتراتنا كنا نعيش هذه الأجواء وبالحماس قبل العيد الآن لم يعود هذه الأشياء بحكم عدة عوامل كما تعرفون ولكن في المغرب يكون الحارات تجهز بهذه الأشياء استعدادا إلى العيد خصوصا أكل المواشي والأواني والفخار الذي يطبخ فيه وهذا أكثر شيء طاجين أعتقدت بتسموه طاجين أيها الطاجين يباع بكل أنواعه في هذه المناسبة وكذلك في التنجية التي تشتهر في مدينة مراكش كذلك تباع في بعض المناطق كذلك يجهز الأطفال بالمنابس قبل أسبوع تقريبا خصوصا أننا لابست تقليدية لكي يذهبون إلى صلاة العيد في المغرب تكون الصلاة أغلبيا في المصلة وكذلك يكون أصوات المواشي في كل أزقة تسمع الأصوات وتسمع حتى رائحة الزقة تختلف آخر أصوات للمواشي هذه تكون بتكون صوات لأي آخر أصوات للمواشي قبل أصوات لأي صحيح طيب ما شاء الله يعني إطلالتك بهية علينا هنا في الستوديو ونحن نحب أن نتعرف أكثر على زي الشعبي المغربي اللي تلبسوه بالأخص في يوم العيد وكمان تزينوا فيها الأطفال بهذه الاحتفالات الجميلة والله في المغرب زي مثل التقافة اليمنية يعني في تفاصيل في اللباس وفي كذلك نحن في المغرب يكون العيد خصوصا له طقوس يعني لا يمكن أن تذهب إلى المصلة أو إلى المسجد إلا بالجلباب أو بالجبادور هناك جلباب مغربي بالنسبة للرجال وهناك الجلابة بالنسبة للنساء تختلف عن القفطان يعني الجلابة التي تذهب بها المرأة إلى المسجد وإلى المعايدة إلى الأقارب تختلف عن القفطان الذي يلبس في ليلة العيد ويلبس لاستقبال الضيوف لأن النساء لهم تفاصيل مختلفة ولكن بالنسبة للرجال يوجد لباس موحد باختلاف الألوان واختلاف الطريقة يعني الجبادور هو لباس يختلف عن هذا اللباس هذا مثلا إيج اسمه؟ أنا لباس اسمه جبادور ملكي من مدينة فاس يعني نحن في تقريبا كل مدينة لها طابع مختلف اللباس الشمالي من طنجة وتطوان يختلف على المدن الداخلية يختلف على كذلك المدن الصحراوية المغربية وبالتالي في الصحراء مثلا يوجد الدرعية هذه اللباس الكبير الفضفاض وبالتالي يعني هذا التمييز وضروري التربوش الفاسي حتى في تركيا نسمع كلمة المغرب أصلا هي فاس وتأتي من هذا التربوش أيبا صحيح التربوش المغربي يكون بهذا الطريقة بهذا اللباس ونذهب إلى الصلاة نحب أن نذهب بهذا الصلاة ونعايد مع الأهل قبل أن يعني بعد الصلاة وقبل أن نجلس على صفرة الفطور التي كذلك تكون مميزة بتفاصيلها لأن حلويات عيد الفطر تختلف تماما على حلويات عيد الأضحى في المغرب يحبّد أن تكون حلويات مملحة وحلويات مسكرة ولأنه يكون في الغداء يكون اللحم وشوي وهذه الأشياء ولكن هناك من يفضل في بعض المناطق في المغرب أن يفتر بالشوع يعني على اختلاف الناس واختلاف المناطق يعني مثل في اليمن يعني تازمشي يعني فيه محافظة تختلف محافظة ماشاء الله هذا التراث والفلكلورة المغربي المتنوع والغني ونقل الآن للزيارات العائلية طبعا ما فيش عيد إلا بلمة الأهل والعائلة إيش أبرز الزيارات العائلية اللي بتقوموا بها في العياد عندكم في المغرب وصراحة أجمل ما يوجد في العيد هو اللمة هذه يعني لمة الأقارب ولمة الأحبة أكيد نحن في تركيا اليوم نفتقد إلى هذه الأمور ولكن الحمد لله كجليات عربية يوجد هذه اللمة يوجد مثلا أمس اليمني مع المغربي مع الجزائري هذه اللمة عربية جميلة في هذا البلد الجميل بالنسبة للمغرب أهم شيء يعني نقوم به زيارة أول شيء نكون تكون العائلة مجموعة في بيت واحد في أغلب العائلات في المغرب يعني يجتمع كل الأهل في بيت واحد وتدبح الأضاحي في بيت الجد أو الجدة لكي تكون اللمة مشتركة وكذلك يقوم الأهل بزيارتنا بعد صلاة العيد مباشرة يعني في عادة أظن لازلت إلى يوم من هذا هي زيارة الجيران أول شيء يقوم الأهل بزيارة الجيران وتقاسم بعض الكعك وبعض الحلويات وكذلك تقوم العائلة التي تكون خارج المدينة أو في أطراف المدينة بزيارة بعد الغداء لذلك في العادات المغربية الأضحية لا تنزل من يعني تدبح وتترك في مكان وسط البيت حتى يأتي الضيف ويختار أي قطعة يريد أن يأخذ منها ويأكل مما قصمها يعني كرم ملكي يعني الله يعني هو يختار هذه من العادات يعني من العيب أن تدخل لبيت وتجد مثلا الخروف خلاص يعني ليس موجود يعني يكون في مكان وتكون أصلا الأجواء جاهزة يعني يستحيل أن يدخل ضيف ولا يأكل من لحم الأضحية يعني هذا يعتبر عيب أو يعتبر من العادات التقالي الضروري أن يختار قطعة من القطع وهو يشويها بنفسه يعني هذه من التقاليد القديمة جداً ولازلت مستمرة أيوه طيب إحنا بنتكلم الآن على الأكل وعلى اللحم إيش هو الطبق المميز يعني نسمي طبق رئيسي بارز في يوم العيد هو الطبق الرئيسي صراحة هي الدوارة مش عارف كيف تنطق في اليمن الدوار هي الأحشاء الأمعاء أيوه المعاصي بأعتقد إذا هي المعاصيب عندنا نسميها المعاصيب أيوه الدوارة هذه تطبخ في المساء ولكن بالنسبة للطبق الرئيسي هو اللحم بالرأس بالكسكس المغربي يكون باللحم بالرأس هذا هو الأشهر يعني في أغلب العائلات المغربية تفضل أن تعمل تاني عيد أو تقوم تاني عيد بالكسكس بالطريقة المغربية بلحم الراس هناك من يفضل هذه المعاصي أو الدوارة بالمغربي بطريقة مختلفة يعني تكون فيها جهد للنساء صراحة ولكن هناك ما لا يفضل هذه الوجبة يفضل وجبة القسكس بلحم الراس أيوه لا ما شاء الله يعني في كثير قواصم مشتركة مشتركة كثيرة يعني أنت بتتكلم ونحس أنه في تقارب كبير ما بين الثقافات في المغرب واليمن يعني المشاهدين اليمنين متأكدين يعني هما بيسمعوا يقولوا زي عندنا زي بيتنا زي طريقتنا هذا الشيء يعني وأنا من محبين الفحص اليمنية بطريقة اليمنية صراحة وأنا والله من محبي الكسكس ويعني مرة حاولت أسويه في البيت وطبعا ما طلع كسكس لأنه طريقته صعبة جدا وكيف يسوه عشان يكون يفركون ففعلا طريقته صعبة شوية لكن مشهي ويدل على يعني ما شاء الله غني وأنا أحبه لأني مرة تعرفت على مغربية في اليمن ويعني كانت دائما تذوقنا هذا الطبق فأنا حسيت فعلا أنه يشبه المندي في اليمن كذا الطبق فاخر هو من ناحية العمارة مدام أننا نحكي عن أهلنا في اليمن وتحية لهم وعيد مبارك سعيد لهم إن شاء الله من هذا القناة القناة أقول أنه يوجد تشابه جدا فين العمارة يعني ما بين الشعب المغربي واليمني هناك تشابه في العمارة في بعض التفاصيل يعني لما أرى في بيوت في اليمن تشبه في بيوت في جنوب المغربي يعني في خصوصا نواحي أقادير مراقش لما تذهب إلى هذه المناطق تحس نفسك في اليمن نفس البيوت نفس التراز نفس يعني حتى المعمار لا يوجد اختلاف وبالتالي الحمد لله يعني في قواصم مشتركة وحتى الخبز التي تأكلين بهذا الفحصة هذا الخبز موجود نفسه في المغرب حتى الخبز نحن نسمي الملوح الخبز النوع الثاني الملوك الملوك فيه أنا فعلا لما نشوف في الانترنت بعض الصور فيه تطابق كبير ما بين أشكال أنواع هذه الخبز ما بين اليمن والمغرب صحيح؟ نذهب الآن بعيدا عن الأكل لأنني بصراحة بدأت أقوح أستاذ أيوب الآن نتكلم عن العادات الخاصة مثلا بكثير من البلدان العربية واليمن مع اختلاف مسمياتها مثلا بعض الدول يسموها العيدية أو العوادة عندنا في اليمن نسميها كذلك العوادة أو العسب اللي هو ما يقدم للنساء والأطفال من مبالغ مالية يعني ما هي الهدايا التي تقدم في المغرب؟ هو بالنسبة أكيد يوجد فيه طمني الحمد لله يعني بالنسبة لليوم العيد تكون هدايا للنساء وللأطفال يعني رب البيت يقوم بجلب هدية يعني قطعة دهب أو قطعة هدية يعني معينة للزوجة أو لباس مثلا وبالنسبة للأطفال تكون العيدية يعني وتسمى عندكم العيدية العيدية يعني أو نسميها يعني بركة العواشر هكذا تسمى جاءت الكلمة من كلمة البركة أو العيدية يقوم يعني الأهل والأحباب كلما يدخل البيت يجدون الأطفال أكيد يعطونهم يا حلوى يا نقود وبالنسبة للنساء كما قلت قطعة الذهب على المجهود هذه توجد في رمضان في عيد الفطر يعني لما النساء يقومون بتقريبا 30 يوم من الشقاء ومن العناق البيت وكذا يوم العيد تعطى هذه الهدية الرمزية إلى النساء يعني والله فيك كثير من القواسم المشتركة يمكن بلاد المغرب العربي شوية بس تستصعب اللهقة ولكن اكتشفنا فيك كثير من العادات المشتركة ما بين الدول العربية فعلا أستاذ أيوب سالم رئيس الجالية المغربية هنا في تركيا شكرا على هذا يعني نقلت العيد هنا إلى أجوائنا في استوديو صباح برقيس شكرا لك شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة وإن شاء الله يكون عيدنا القادم أجمل مع أهلنا ولما تكون لما عربيا إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك